أعلنت وزارة الخارجية إدانة مصر بأشد العبرات لاستهداف الإسرائيلي اللا إنسانية لتجمع من المدنيين الفلسطينيين العزل الذين كانوا ينتظرون وصول شحنات المساعدات الإنسانية في دوار النبلسي شمال قطاع غزة الأمر الذي أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين وفي بيانها أوضحت الخارجية أن استهداف مواطنين مسالمين يهرولون لالتقاط نصيبهم من المساعدات الإنسانية يعد جريمة مشينة وانتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستهتار بقيمة الإنسان وقدسية روحه هذا وقد طلبت الخارجية الأطراف الدولية الرئيسية ومجلس الأمن لسيما الدول التي تعيق قدرات المجلس عن المؤطالبة بوقف إطلاق النار بتحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية عن وقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة وتوفير الحماية للفلسطينيين ترجمة نانسي قنقر